السياسة الإسلامية منظومة لتحقيق المقاصد السامية في الدولة كحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال والوطن وغير ذلك وسائل إقامة هذه المقاصد وحفظها كالتعليم والتعلم والدعوة والجياد والقضاء والإمامة وغيرها قد تشترك السياسات في الألفاظ لكن مفهوم هذه الألفاظ وضوابطها لا يكون محكما إلا من الإله الحق كالمعرفة والنظر والضاعة والأمانة والرحمة والحقوق التضحية الوفاء والعدل والحرية والمحافظة والشجاعة والعفة والحكمة العفو التسامح التواضع التراحم والإكرام وغيرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة